محمد العريفي داعي إسلامي صاحب صمات واضحة في مجال الدعوة طريقته في السرد وأسلوبه البسيط هي أبرز ما يتمتع به وجهه تعلوه ابتسامة جعلته من ضمن أكثر الدعاء متابعة من قبل الجمهور سواء كانت من خلال برامجه التلفزيونية أو صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حظى بحب واهتمام الجميع واستغل ذلك في مجال الدعوة تأثر بشيوخ عدة وأثر في قطاع عريض من شباب الوطن العربي والإسلامي وامتد تأثيره إلى خارج الوطن العربي ليصبح من أكثر الشخصيات الإسلامية متابعة اليوم نحن على موعد مع حياة الداعية محمد العريفي فتابعونا إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصدركم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل أعجاب للفيديو أولد محمد بن عبد الرحمن العريفي الجبري الخالدي في الخامس عشر من يوليو من عام 1970 بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويرجع نسبه إلى فقد الجبور من قبيلة بني خالد التي ترجع إلى الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه درس المراحل الثانوية الأولى بمدينة الدمام ثم درس في ثانوية السمهودي وكان ينوي دراسة الطب عند تخرجه ولكنه تراجع والتحق بكلية الشريعة حصل على شهادة البكالوريوس في أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ثم شهادة الماجستير في أصول الدين في العقيدة والمذاهب المعاصرة وكان عنوان الرسالة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم تحقيق ودراسة وهي نونية ابن القيم وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ثم حصل على شهادة الدكتوراه في أصول الدين في العقيدة والمذاهب المعاصرة وكان عنوان الرسالة أراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية جمع ودراسة واكتازها أيضا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى تتلمز على يدي عدد من الشيخ وهم الشيخ ابن باز الذي درس على يديها الفقه والتفسير الشيخ عبد الله بن جبرين الذي درس على يديها التوحيد والفقه الشيخ عبد الرحمن بن قعود الذي درس على يديها التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الذي درس على يديها الفقه والشيخ عبد الكريم اللاحم ودرس على يديه الفرائض الشيخ عبد الرزاق العفيفي والشيخ محمد صالح الوسيمين الذي أخذ عنهما الفقه ثم حصل على إجازة في القرآن الكريم من شيخ قراء اليمن الشيخ يحيى الحلين وشيخ قراء مصر الشيخ المعصراوي والشيخ محمد الطبلاوي كما حصل على إجازة حديثية من الشيخ القاضي المحدث إسماعيل بن علي الأكوع والشيخ القاضي المحدث محمد بن إسماعيل العمراني اليمني وإجازة حديثية من الشيخ المسند المغربي أبي خبزة كما يحمل تزكيات من مشايخه الذين قرأ عليهم وهذا ما ساعده على تقلد العديد من الوظائف الدعوية الهامة فعين عضوا في مجلس الأمناء في الهيئة العليا للأعلام الإسلامي وعضوا في العديد من الهيئات الإسلامية وخطيب جامع البواردي في جنوب الرياضي الآن وعضو رابطة علماء المسلمين وغيرها كما عمل مرشد ديني في مجموعة من الهيئات الحكومية مثل الأمن العام الخاص بالسجون والدفاع المدني ووزارة الدفاع وكذلك كلية الملك فيصل الجوية والحرص الوطني بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم شارك الداعية محمد العريفي بمئات المحاضرات العامة في المساجد والمخيمات الشبابية في الداخل والخارج وشارك في تقديم عدد من الدورات العلمية الشرعية كما شارك في عدد من الملتقيات والمؤتمرات وحضر وقدم دورات تدريبية متنوعة في مهارات تطوير الذات وفنون التعامل مع الآخر وفنون التفاوض والإقناع ومهارات الإلقاء وعلم الاتصال كما له مشاركات إعلامية في القنوات الفضائية المتنوعة بلغت خلال 15 سنة أكثر من ألف لقاء ما بين مسجل ومباشر ومن البرامج التلفزيونية التي قدمها ولا زالت تحظى بنسب مشاهدة عالية بجانب مؤلفاته التي تعدت العشرين كتاب اعتبارا من سبتمبر 2015 وصل عدد متابع العريفي في تويتر إلى أكثر من 12 مليون متابع الأمر الذي أدى إلى وضع حسابه في المرتبة الأولى في قائمة أكثر الشخصيات متابعة في الشرق الأوسط والذي أدى أيضا إلى وضع حسابه في المراتب الأولى في قائمة أكثر ميت شخصية متابعة في العالم حتى وصل عدد متابعي إلى 21 مليون متابع في تويتر و22 مليون متابع عبر فيسبوك عزيزي المشاهد هل تبعت يوما إحدى حسابات الشيخ محمد العريفي أم أنك لا تهتم بتلك المسائل؟